في كل الأحوال نقطتين نكسب بإذن الله كابلدي نبقى خمس نقط سواء بقى صعدنا أول صعدنا تاني لقد الله صعدنا تاني وما بقول لقد الله صعدنا تاني عشان التاني دي معناها أنت هتلعب مع منافس كبير أكبر شوية وأكوى شوية في كل الأحوال أنا الشوت التاني طمني قاعد بفرج على المباراة مع بعض الأصدقاء وكلهم متوطرين جدا وكلهم متعصبين جدا على بعض الأخطاء سواء في الدفاع أو حتى في الانهاء الهجمات بس أنا ارتحت كنت الآن الآن إن إحنا نفضل ماشيين بالمية دي طوال البطولة مية واحدة كده دمية تقيل كده ما فيهاش حماس وما فيهاش رغبة وما فيهاش نحررة لأ شفت أنا النحررة داية الشوت التاني إمام عشوال اللي كان شكل وحش أو الشوت الأول والجزء اللي لعب فيه في مباراة موزنبيك الشوت التاني كان واحد من أفضل لعب المباراة على الإطلاق تريس جي نزل كالل نجيلا عمر مرموش في رأيه هو أفضل لعب في مباراة اليوم كدوس طبعا خد عشان نسجل هدفين بس مرموش لعب واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق مع منتخم مصر هو الأكثر محاولة على المرمى هو الأكثر محاولة في الفرص والهجمات اللي أتيحت لمنتخم مصر هو صاحب الهدف الأول بشكل رائع جدا كل حاجة عمالها عمر مرموش النهاردة إحنا دخل فينا جولين النهاردة جول من صدمة صدمة خروج محمد صلاح يعني صدمة تنفع لنا إحنا كجماهير بس منفعش الأيوة في الملعب تبقى مش مركزة وفي حالة توهان بعد خروج محمد صلاح كده حالة توهان دون داعي والشوت الأول مش أقولك إن إحنا كنا جمدين بس غنب كانتش حسن مننا يعني إحنا لتنوح شين فدخل فينا جول في توقيت رخم دمه تقيل شوت تاني كرة برضو ملاش أي لازمة فيها إيه التركيز بدون داعي